السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة بازن الله هنعمل الفراخ الكنتاكي بتدبيلة وارمشها جميلة جدا ومستوية من جوها. ان شاء الله هنقطع على الحاج الكنتاكي هنخليها رقود في البيت. يلا بنا نشوفها عملناها ازاي بالطريقة الجميلة دي. اول حاجة هنعملها هي الفراخ الكنتاكي. هنعمل الفراخ الكنتاكي المارمشة. تمام? عشان دي اول حاجة هننعوز ان هي تاخد وقت في التدبيلة. فهجيب عندي بقى الدبابيس بتاعتي اللي انا هعملها. هبتدي اعمل فتحات كده في الدبوس. وفي الجناحات اللي معي. عشان تتشرب التدبيلة. هبطى هنا كده في اللي انا هنقحها فيها. خلاص كده بعد ما عملت لها فتحات هندفلها دلوقت التوابل. اول حاجة هحط طبعا الملح معلقة كده صغيرة مليلة من الملح. بابركة نص معلقة. بصل بودر. طبعا انا واخشنا شوية شان اللي عاملها هنا في البيت. طون بودر. وزعتر. وفلفل اسويت. هنزل عليهم بايه بقى? بلبان. اللي هو الحليب سايل. دي كوباية من الحليب. هقلبهم كده كويس. وهغطيها وادخلها بقى التلاجة. يعني يفضل ان تكون ليلة كاملة. عشان تتشرب من التدبيلة. لان السايل ده اللي احنا عملناها بالتدبيلة هو اللي هيبقى آآ نص سوى لها. وكل ما تعد اكتر هتتشرب منه. احنا عادنا دبابس كده والاجنحة. آآ في التدبيلة اللي احنا عملناها. اهي. ما شاء الله. آآ هنبتدي بقى دلوقتي نجهز الخلطة اللي هننزلها فيها. بصوا كده. انا عندي هنا دقيق. هنضيف عليه. ملح. طن بودر. بصل بودر. كمون. وفلفل اسود. وجان زبيل او زان جبيل. ده بقى اللي بتديله طعم جميل ومميز. واخيرا عندي هنا البابريكا. تمام? حابة تحطي شطة لو بتحبيه حرب. هتضيفي. مش حابة خلاص. بصوا بقى الاضافة الجميلة على دقيق دايما نحطيها في الحاجات المقليات. هاخد آآ دي لخاملة الحلويات. هاضيف كده معلقة نصف مالة صغيرة. خلاص كده المكاولات كلها تقلبك. هناخد كده الدبوس. هننزله كده في الدقيق. ومفيد تحط الموضوع ده في كيس. آآ وتعمليه كده كويس عشان ايه? يتزبط معاك. تمام? بصوا كده احنا غطينا بالدقيق. هنرجع تاني نحطه في نفس الخليط ده. اللي هو معنا هنا. عشان نعمل لنا طبقة كده مقرمشة وجميلة. اه ونرجعه تاني في الدقيق. وكزا بقى يعني هنزل ده كله هنا في الدقيق وبعد كي ارجع حطه تاني من اللبن على الدقيق تاني. بسم الله ما شاء الله الطبق اكتر من كيلو يا جامعة. بعد ما اتبل. دلوقتي بقى هنيجي لك تسوية. اهم حاجة يا جماعة في الفراخ الكنتاكي هي تسويتها. عشان تستوي معاك مزبوط. بتجيبها عندك اصغر حلة. اصغر حاجة عندك تقدر تحط فيها كمية زيت. آآ تبقى باينة فيها. عشان احنا عايزينا الزيت يبقى كتير. فما يجيش حاجة واسعة بحيس ان انت هتحط فيها كية زيت كتير ومش هتستوي كويس. فانت حاجة حاجة صغيرة وحطينا كده طبعا اني طلعتها منفرزة وسبتها بقى تفك شوية. خلاص اللي انا حطيت على قد الحلة اللي معايا. بعد كده باعمل ايه? هديت النار وغطي. تمام? اهم حاجة برو تغطيتها عشان تستوي من جوة. ام هدي عليها بعد طبعا لما زيت كان سخن في الاول ومعليها في الاول بعد كده ام هديها. سيبها بقى تستوي براحتها وبعد كده نشوفها مع بعض. خلاص كده اللون بقى معايا تمام. عندي بقى مردين بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده انا قلت اللي معايا طبعا دي اجنحة. هي لسه سخنة. بصوا شايفين حتى شكلها. والدبابيس. وزي ما قلنا عم حاجة في التسويات. يجي كده نفتح مع بعض من جوة. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نشوف يا جماعة التسوية. بصوا. كم. تمام? اه. السوة من جوة. مفيش اي مشكل عشان ناس اللي بتخاف منها. طبعا انا عملتها معاكوا قبل كده بالطريقة اللي هي نص سوة. ودي اللي هي ما بنسواش يعني بنعتمد على تسويتها في الزيت. فزي ما قلنا هم حاجة ان انت تحط زيت غزير في حلة صغيرة. بس بدقة دمها بقى بقى عن كاتشب ومع بقى الواجبة الكنتاكل كمنا. يا رب كون استفدتوا. لو عجبكم بقى الفيديو وما تتخلوش عنا بالضلطة عبر اللايك وسبسكرايب لو انت اول مرة تشوكوا القناة. شوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.